جاء إعلان استهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري في العام ٢٠٦٠ كأحد أبرز المشاريع المستقبلية لمواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة لذا كانت مشاركة سمو ويلي العهد رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي كوب ٢٦ في أوائل نوفمبر من العام الماضي كانت فرصة سانحة لتعبير عن التزام البحرين بتبني مجموعة من الأهداف المرحلية لتحقيق هذا الهدف الهم أنقضت على جميع الفقرات الإطارية لتعبير عن تحقيق نظر من العام ـ٠٠ ويليством ويجب عليهم فين legislativení المناخ في تحقيق القصة للتعبير канале بالنسبة لم يبرز المناخي بإمكاني تقصد به في الهدف حيات المناخي ومع تقصد في مؤتمرات المناخي من المناخي ويجب عليهم المناخي رؤية مستقبلية طموحة ونظرة ثاقبة من أجل خير ونماء الأجيال القادمة عبر عنها بجلاء ومسؤولية أمام المجتمع الدولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خلال إعلان استهداف مملكة البحرين للوصول للحياد الصفري في العام الفين وستين بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة وبهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة كان اهتمام سموه وحرصه الدؤوب منصبا على تحقيق هذه الأهداف الهم وعكس للعالم أجمع جدية مملكة البحرين في الدفع بالجهود الوطنية للمملكة في المنظومة العالمية للتصدي لتغير المناخي وتحقيق الاستدامة في خطوات حثيثة تتخذها مملكة البحرين في مسيرتها لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي وقد باشرت مملكة البحرين من خلال الجهود الحثيثة للجهات ذات العلاقة كالمجلس الأعلى للبيئة عملية تخفيض الانبعاثات بالتوازي مع جهودها نحو تنمية الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال وضع النمو النظيف والأخضر والمستدام كمرتكزات رئيسية فيها وبذلك ستتبنى المملكة اقتصادا دائريا للكربون مدعوما بخطط تحييد مختلفة تشمل على سبيل المثال للحصر تقنية احتجاز الكربون والتشجير والاستفادة من الهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى مبادرات تقليل الحرارة المهدرة والاستفادة منها لتوليد الطاقة البديلة ترجمة نانسي قنقر